جمال طبيعته الخلابة وعادته التقليدية المميزة ورحابة صدر وكرم ضيافة أهله كلها مقاومات تتميز بها المملكة المغربية عناصر تجعل المغرب وجهة سياحية بامتياز في كل المواثم رقم قياسي سجله القطاع السياحي المغربي خصوصا في توافد السياح الصينيين عليها وذلك نظرا لمجموعة من الدوافع أعتقد أن السوق السياحي المغربية تطورت وستتطور أكثر مستقبلا في هذا اللقاء ناقشنا عددا من القضايا التي سنعمل عليها مثلا رحلات الجوية المباشرة وملائمة الخدمات المغربية حسب التقاليد الصينية وغيرها من الأشياء حوالي 100 ألف سائح صيني سجلته وزارة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي خلال الفترة الأخيرة المغرب لا زال يطمح إلى استقطاب سياح أكثر من الصين وذلك بالعمل على تطور العلاقات الصينية المغربية التي حتما ستطور من السياحة المحلية والدولية هذه القفزة التي عرفها كذلك قطاع السياحة مع الصين الشعبية بعد ما أخذ سيدنا الله ينصروا القرار حدث التأشيرة أعرف واحد القفزة نوعية كبيرة كنا في واحد المعدل للعشالاف السياح سنويا وصلنا اليوم في ظرف سنة أو سنة ونصف 100 ألف والأمل هو أننا نوصل في أفق 2020 إلى 500 ألف سائح نقط عديدة تم تدارسها خلال لقاء نظمه المكتب الوطني المغربي للسياحة بالدار البيضاء بحضور عدد من الفاعلين في مجال السياحة من المغرب والصين لتبادل الخبرات ترجمة نانسي قنقر